السلام عليكم و اهلا بكم في عالم امان يا صباح الخير يا صباح الهنة يا صباح كل حاجة حلوة في البيت و كل خير في البيت النهاردة عملت 17 رجيب فينو من نص كيلو دقيق بس بجد خير و راحة نفسية كده لما تصباحي كده تعملي احلى عجين و احلى فينو في البيت زي ما احنا شايفين كده بجد خير و نضافة و راحة و تحس كانك عملتي حاجة بايديك حاجة جميلة زي ما احنا شايفين كده الفينو جميل السندوتشات بالشكل ده عيش السندوتشات العيش الجميل اللي بجد تحس انك عملتي حاجة حلوة و جميلة قوي في البيت نعمل بقى سندوتش الجبنة كده جنب كوباية الشاي حاجة كده تحفة تحفة و جميلة خالص بس شايفين شايفين عامل ازاي و طار ازاي حاجة جميلة تحس كانك بتاكل حاجة حلوة مش بس فيه يلا نشوف عملنا كل ده ازاي معايا معلقة خميرة معلقة سكر و معايا شوية مية دافية و قلب كويس جدا جدا و كل الكلام ده حركنه على جنب علشان الخميرة تتفاعل و تخمر و كمان عبال لما الخميرة تخمر اكون انا وضبط الدقيق بتاعي معايا نص كيلو من الدقيق المنخول بالشكل ده معلقة كبيرة من السكر و ربع معلقة من الملح و معلقتين كباري يا زبادي يا لبن اللي هو الحليب مش عندك زبادي رايب عملي معلقتين كبار من الحليب و معايا معلقة كبيرة من الزيت و ربع معلقة كربوناتو و حتيت حوالي نص معلقة خل تقدر تستجني عن الخل طبعا بس هو بيدي هشاشة كده اللي عجينة و حاجة حلو كده الخميرة لما اتفعلت معايا حطيت القليد بتاعي الخميرة و قلب كويس جدا و بعد كده في نفس الكباية اللي كان فيها اللبن رحت حتى حوالي كباية من المية هشوف هحتاج مية تاني ولا لا و خلاص بقى نستغنى عن المعلقة و نحاول بقى ايه نشتجل بيدينا كده حوالي من ست سبع دقايق عجن متواصل حاجة بقى و انت متضايق و متغازة انك تمسك العجين و تفضلي تدي بالبوكس كده زي ما احنا شايفين كده عجني كمان و افضلي عجني لغاية لما تديكي انا احتاجت حوالي ربع كباية تمام من المية مش شرط انت تحتاج كده انت تجربي كباية واحدة الاولى على نص كيلو دقيق ممكن نديق بتاعك ما ياخدش الا كباية واحدة تمام كده انا اخدت كباية و ربع من المية و افضل عجن بقى جامد زي ما احنا شايفين كده ابتدت ان هي ايه تلين معايا زي ما احنا شايفين كده عجينة نعمة بالشكل ده ما بتلزقش في الايد زي ما احنا شايفين كده هحط بقى العجينة كده و اسبها تخمر و لازم اغطيها بالشكل ده طبعا الدنيا شتا انا اغطيها بطريقة بقى بحيث ما تبقاش فيها و داخلها خالص هغطيها كده الاول و بعد كده اغطيها من فوق على الوش للاسف ما عنديش شسرتش بنتصرف اي حاجة اغطيت العجينة و بعد كده اغطيت وش الطبق بالشكل ده و بعد كده خمرت و بقت زي الفل بعد ساعة سخنت الفرن و من غير ما تكون شغال و طفياها طبعا و سبت العجينة لان الجو طبعا صعب ان العجينة تقمر بسرعة و كمان قعدت ساعة حتى جو الفرن لان الجو سقع جدا بعد كده خمرت العجينة اسمتها نصين زي ما احنا شايفين خدت نص عملته رول كده و قطعته بالسكينة عشان انا عايز اعمل كور كده و دوريات صغيرة زي ما احنا شايفين كده لان انا هيتلع معايا سبعتاشر كورة من دول هنشوفهم دلوقتي حالا بالشكل ده هنقور بقى كده و هاخد بقى ايه اللي انا اسمتها الجزء التاني بتاع العجينة و اعملوا برضو رول و اعمل سبعتاشر كورة زي ما احنا شايفين كده انا نص كيلو الدقيق تلع معايا سبعتاشر كورة بالشكل ده هبتدي بقى اخد كورة كورة وافردها زي ما احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين كده وبعد كده ابرمها رول بس اهم حاجة تجزقي الفتحة دي كويس اوي اوي على فتحة لازم وتقفليه كده كويس عشان ما يفتحش منك في الفورن بالشكل ده وهعمل بقى كل الكمية بالمنظر ده هوريك واحدة كمان برضو هفردها كده بالفرادة بالشكل ده وبعد كده ابتدي ابرمها واقفل الفتحات وبعد كده اعملها بنفس المنظر ده خلوا بالكم الفتحة من تحت وبتحطي الرجيف الفينو بالشكل ده في الصاج هنشوف كل حاجة دلوقتي بس الاول انا بعمل لكم المنظر كده مرة كده علشان ايه يبقى سهلة علينا وعلى فكرة لو مسكت العجينة القورة في ايدك وبرمتيها من غير ما بتعمل الحركة اللي انا بعملها دي برضو هيطلع الرجيف فينو زي الفل يعني ليكي طريقتي بس كده بجد الطريقة مش صعبة يا جماعة وسهلة وكفاية ان انت بتعملي حاجة بايدك كده بتفرح بيها قوي لما بتطلع معاك والله يبتك ليها بتطلع زي العسل حاجة كده عملها بايدك زي العسل بالشكل ده روعة طبعا بترش دقيق كده علشان ايه تبقى سهلة بالنسبالك شايفين عاملة ازاي سهولة مفيش بعد كده بترش طبعا دقيق علشان تفردي عليه كده ممكن تستغني برضو عن الخطوة دي لو العجينة بتاعتك عادي معاك ومش هتدايك ونعمة خالص معاك بالشكل ده اهو عملت السبعتاشر من الرجيف الفينو طبعا انت بتصغري علشان هو لما بيخمر بيكبر معاكي فخلي بالك من الخطوة دي زي ما احنا شايفين كده طبعا انا عملت الوش بتاعه باللبن والسكر ودخلته الفورن ممكن لو ما عندي كيش لبن ومعلقة لبن بسه ومعلقة صغيرة سكر بيديه طعم كمين لو ما عندي كيش لو مش هتعملي معلقة لبن يعني ومعلقة سكر تقدار تحطي زيت على الوش فيش اي مشكلة خالص سندوتش الجبنة بقى وكبات الشاي ويكولي بقى الفينو اللي زي العسل اللي عملنا ده احنا عملنا فيه نوب بتاعه سندوتشات مش كبير قوي وحجمه مناسب حجمه كويس موسيقى